حد آخر من حدود هذا الطرف العلقة والرابطة والتواصل الوجداني الذي يتحدث عنه أيضا دعاء الندب الشريف بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فحن إلى أن يقول الدعاء إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوة بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا هذه العبارة عميقة جدا لو لو فتشت عليها في نفسي وفيكم في واقعنا الشيعي لا أجد لها حقيقة الدعاء الدعاء ماذا يقول بنفسي أنت من مغيب مغيب الدعاء ما استعمل كلمة غائب مغيب هناك أسباب هي التي غيبتهم وأنا هنا لا أريد أن أقف عند هذه الكلمة فقط ألفت نظركم إليها الدعاء ما قال غائب مغيب بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا هل هذه حقيقة بأن الإمام صلوات الله عليه حاضر في نفوسنا وفي قلوبنا وفي وجودنا بحيث أن واقعنا الذي نتحسسه ونعيشه وكأن الإمام ليس بعيداً عننا بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح من بعيد من مهاجر من نازح ما نزح عننا يعني أنت قريب في بعدك وبعيد في قربك بنفسي أنت من نازح ما نزح عننا بنفسي أنت أمنية شائق شائق يعني مشتاق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنا إلى آخر الدعاء هذه العلاقة الوجدانية التي يتحدث عنها الدعاء الشريف هل هي فعلاً موجودة في واقعنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر